يأتي هذا فيما يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء أمس الأحد أكثر من مليون ومائة وثلاثة وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليونا وسبعة وسبعين ألف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مائتين وثمانية وثلاثين ألف شخص شكرا